هنا فابينيو بيحضر الكرة بيهنزل برضو كانتي اللي بيقوم بدوره صنع اللعب هيسني التاني لفابينيو فابينيو هيطلع الراجل الباكرايت وبص بقى الباكرايت الشنق你就يعمل اياه كريم نكمل بالحالات أول ما الراجل هيطلع له الكرة طبعا كانتي تحرك زاكي جدا أول ما كانتي بص راح يتحرك في المساحة الفاضية ولكن أنا عجبني أول رد فعل الشنقيتي launched فاضية الراجل هيتحرك في المساحة الفاضية هلعب للي كانتي وبص بقى كريم بعد ما يلعب لي كانت تعملي لعب للرجل وقام داخل جوه منطقة الجزاء علشان ياخد التو فاهمني عالم معاه وان تو ام لعب الكورة ام كانت يلعب باله وراجل طبعا بتاع اوكل انش ياخد باله منه راح اتحرك باك هجومي بقوة كبيرة جدا كورة تلعبت له بالكعب طبعا كريم بنزيمة حدس ولا حرج بسهولة جدا قدام الجول ممكن نكتفي بالحالات دي انت عارف ان دي بالزبط حصلت في اول المباراة وبنزيمة زائل قوي انه ما نحلوش هي هي نفس الكورة يعني مكررة مش بالصدفة يعني في معناه لقطات كتيرة جدا كريم مباراة اصبهان وماراة ضمق اللي اتنين بيطيروا بسرعة كبيرة جدا لازم النادي الاهلي ياخد باله منه لو محمد هاني او علي معلول اللي اتنين عملوا اي يعني زادوا في الحالة الهجومية الارتداد الدفاعي للاعبي النادي الاهلي خصوصا من التلت الامامي اول خط تفعل النادي الاهلي لازم تمنع مهم جدا بيرسي تاوه حسين شحات يكونوا ضغطين على البكات دور ما يطلعوا مش اول خط تفعل تلاتة قدام كهرباء بيرسي تاوه حسين شحات زي ما انت بتقول يمنع اتحاد جدا عشان خطر الاطراف بتاعته فيها خطورة كبيرة جدا